الرئيس السيسي يؤكد أن جوهر التحديات التي تواجه الدولة المصرية هو الحفاظ على استقرارها اليونان تندد بقرار تركيا إرسال سفينة أبحاث إلى شرقي المتوسط أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات فيما يخص خرق اتفاق وقف إطلاق النار موجزوا أنباء الحادية عشرة صباحا يأتيكم من أكسترانيوز أسعد الله وأوقاتكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن جوهر التحديات التي تواجه الدولة المصرية هو الحفاظ على استقرارها وليس الحفاظ على النظام وخلال حضوره فعاليات الندوة التفقيفية الثانية والثلاثين للقوات المسلحة أشار الرئيس إلى محاولات البعض التحريك الشارع لتدمير الدولة كما أكد أن مصر تواجه حاليا أجيالا جديدة من الحروب تحاول إعادة تصدير القضايا لتحويل الرأي العام إلى أداة لتدمير الدولة أضف الرئيس السيسي أن الجهات التي أرادت اختطاف الحكم حققت ذلك عندما سقطت الدولة مؤكدا على استحالة هزيمة الشعب المصري من أي جهة حال كان مصطفا مع قيادته ومدافعا عن قضيته عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي وطرح وحدات مشروع سكن لكل المصريين ذلك بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار قد تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الإقبال الكبير الذي تشهده المدن الجديدة بمحافظات الصعيد فيما يتعلق بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الأخير بما يحقق الهدف من التوسع في إقامة هذه التجمعات العمرانية الحضارية الجديدة وكلف رئيس الوزراء بالعمل على استيعاب احتياجات أبناء مصر في الصعيد وتوفير الوحدات لكل المتقدمين أدانت اليونان وقرار تركيا إعادة سفينة أبحاث إلى شرقي المتوسط كانت محور النزاع بين البلدين بشأن حقوق التنقيب عن موارد الطاقة وأفادت الخارجية اليونانية في بيانها بأن هذه الخطوة تشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان أنقرة عزمها إرسال سفينة للتنقيب عن النفط في مياه متنازع عليها مع اليونان واصلت أرمينيا وأذربيجان تبادل الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار فيما دعا الاتحاد الأوروبي الطرفين إلى احترام الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت بشكل صارم معبرا عن قلقه البالغ من استمرار الانتهاكات واستهداف المدنيين وبينما اتهمت أرمينيا تركيا بالسعي إلى تقويض التهديئة واتفاق موسكو عذرت أذربيجان من أنها سترد على أي خروقات لاحقة يحدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم التدابير الجديد فيما يخص محاولة احتواء أزمة فيروس كورونا المتفاقمة في بلاده وبعد تعرضه لانتقادات حول إدارة أزمة كورونا سيتوجه جونسون مجددا إلى البرلمان لطلب الدعم لنهج جديد لوقف انتشار المرض لكن لم يتم الكشف عن هذه الإجراءات حتى الآن أعلن مصدر أمني أفغاني مقتلى عشرة جنود على الأقل من قوات الجيش وثلاثة مدنيين جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في إقليم ساريبول الشمالي أفغانستان أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالحادث ولم يصدر أي تعليق رسمي عن مسؤولي الأمن في المنطقة حتى الآن كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث انتهى الموجز ونلفت وعناية حضراتكم في ختامه بأن تردد قناة أكسترا نيوز عالي الجودة HD هو 12303 على أن يكون معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي إلى الملتقى بحول الله اشتركوا في القناة